قم للمعلم تبجيلا وقف أدبا إن المعلم تاج يعتلي فينا أستاذنا إننا نهدي المديح لكم فيضل ينابيع والتوجي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم معنا في قناتنا دروس تدعيمية لجميع المستويات سنقوم اليوم بحلق الرسل النشاطات صفحة 82 للسنة الخامسة ابتدائي إذن أبنائي افتحوا كراص النشاطات صفحة 82 القواعد النحوية إذن أكمل ملء الجدول بما يناسب الكلمة علامة إعرابها ونوعها إذن الجملة الأولى سعد ذو قلب كبير لاحظوا الكلمة التي بالأحمر ذو سعد ذو قلب كبير ذو ما هي علامة إعرابها؟ ذو هي من الأسماء الخمسة من الأسماء الخمسة بماذا ترفع؟ ترفع بالواو إذن مرفوعة سعد ذو قلب إنها مرفوعة بالواو إذن نوعها هل هي أصلية أم فرعية؟ إذن الواو علامة إعراب فرعية لدينا الجملة الثانية سعد ومراد صديقان حميمان إذن صديقان كيف هما صديقان؟ إذن علامة الإعراب ما هي الألف؟ صديقان ألف إذن إنه مثنى مثنى يرفع بماذا؟ بالألف يرفع بالألف علامة إعرابها نوعها إذن هي علامة فرعية إذن الآن ننتقل إلى فرعية إذن ننتقل إلى الجملة الموالية يعرف سعد معنى الصداقة يعرف سعد معنى الصداقة إذن معنى لاحظوا كلمة معنى آخرها ألف مقصورة إذن بالفتحة المقدرة لاحظوا الفتحة المقدرة إذن يعرف ماذا؟ يعرف معنى مفعول به إذن الفتحة المقدرة إذن نوعها أصلية الفتحة هي أصلية إذن الفتحة المقدرة نوعها أصلية إذن ننتقل الآن الكلمة الموالية ألا وهي الصداقة الصداقة إذن ما هي الصداقة إذن مضاف إليه مجرور بماذا مجرور بالكسرة والكسرة هي علامة إعراب أصلية الكسرة علامة إعراب أصلية إذن ننتقل الآن إلى الجملة التي بعدها لم ينسى مراد معروف صديقه إذن لم ينسى لاحظ فعل ينسى فعل مضارع متزوم بلم لكن ماذا حدث له إذن حذف حرف العلة في آخره إذن علامة الإعراب هي حذف حرف العلة وهل هي أصلية أم فرعية إذن علامة إعرابها فرعية لأن حذف حرف العلة علامة إعراب فرعية ننتقل الآن إلى الجملة الموالية الأصدقاء يساعدون بعضهم البعض الأصدقاء مبتدأ مبتدأ مرفوع بالضمة إذن الأصدقاء مبتدأ مرفوع بالضمة والضمة هي علامة إعراب ماذا؟ علامة إعراب أصلية إذن الضمة هي علامة إعراب أصلية نكتب هنا نوعها أصلية إذن الجملة الآخرة أخرج الجرذ الحمامات من الشبكة لاحظوا كلمة الحمامات هو الجمع مؤنى السالم أخرج الجرذ ماذا؟ مفعول به إذن مفعول به منصوب لاحظوا الكسرة إذن الحمامات بماذا منصوب؟ ماذا منصوب بالكسرة؟ نيابة عن الفتحة وهذه علامة إعراب أصلية لأن الجمع المؤنى السالم ينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة وهي أصلية إذن ننتقل الآن إلى التمرين الموالي اختر الإجابة الصحيحة هل أطفال يستمتعون بسماع الحكايات؟ إذن لاحظوا معي فعل يستمتعون هل فهو فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الواو؟ أو فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون؟ إذن بماذا يرفع الفعل المضارع؟ الفعل المضارع لأنه من الأفعال الخمسة بماذا يرفع؟ يرفع الفعل المضارع مرفوع بماذا؟ بثبوت النون وعلامة رفعه ماذا؟ ثبوت النون وليست الواو إذن الجملة الموالية يحب الناس ذا الأخلاق الحميدة ماذا يحب الناس؟ ذا مفعول به إذن هذا المفعول به هل هو مفعول به منصوب بالفتحة أو مفعول به منصوب بالألف؟ لاحظوا ذا هي من الأسماء الخمسة والأسماء الخمسة بماذا تنصبه؟ تنصبه كما درسناها من قبل تنصبه بالألف وليس بالفتحة إذن الجملة الموالية لم ينهي التلميذ واجبه علامة الجزم هي الكسرة وهي علامة أصلية أو علامة الجزم هي حذف حرف العل وهي علامة فرعية الله لاحظوا معي ينهي ينهي تنتهي بالألياء ينهي نها انتهت بألف مقصورة إذن لما تدخل عليه حرف الجزم يحذف حرف العل إذن علامة الجزم هي حرف حرف العل وهي علامة فرعية ننتقل إلى التملين الذي بعده إذن أتمن بكتابة ألف لينة مناسبة هذا هو تابع لدرس الألف اللينة لاحظوا معي بعض الأفعال مثل دعا جرى عصى سهى وعى كسى أولى وغفى إذن لاحظوا هذه الأفعال لكي نقوم بحرف العلة بالألف المقصورة أو ممدودة لاحظوا معي نحولها إلى المضارع لنعرف أصلها دعا يدعو يدعو بما أنها الواو إذن دعا بالألف جرى في المضارع تصبح يجري بما أنها يجري إذن بليا إذن أصلها ألف مقصورة إذن عصى لاحظوا معي عصى عصى بالألف عصى عصوان عصوات نحولها إلى الجمع عصى عصوان عصوات إذن عصى مدامة بالألف هي بالألف لأن نجمعها عصوات لاحظوا معي عصوات وعصى مفردها ألف إذن ننتقل الآن إلى الكلمة إلى الفعل الذي بعده سها نحولها المضارع ماذا تصبح تصبح يسهو سها يسهو جل من لا يسهو سها يسهو إذن يسهو بالواو إذن أصلها بالألف والألف هي التي تقلبوا واوا وليست الألف المقصورة إذن ننتقل الآن إلى الفعل الذي بعده وعا وعا في المضارع تصبح يعي يعي وعا يعي إذن باليا إذن وعا بالألف المقصورة وليست بالألف نكتب في آخرها ألف مقصورة إذن كسا كسا في المضارع تصبح يكسو يكسو يعني بالواو مدامة بالواو إذن أصلها كسا بالألف إذن تكتب بالألف لأنها في المضارع بالواو أولا أصلها ألف مقصورة لاحظوا معي أصلها ألف مقصورة إذن نكتبها ننتقل الآن إلى الفعل الذي بعدها إذن يألي الآن الكلمة التي بعدها غفى غفى مضارعها يغفو يغفو إذن غفى بالألف ونكتب في آخر غفى ألف هكذا ننتقل الآن إلى التمرين الذي بعده تعرف على سبب رسم الألف اللينة في الأفعال لاحظوا معي جملة فيها الألف اللينة في المضارع كيف تصبح دعا المسلم ربه دعا في المضارع تصبح يدعو مع تاء الفاعل كيف تصبح تاء الفاعل دعوت دعوت إذن تاء الفاعل هي دعوت أنا إذن نوع الألف اللينة هي ألف ممدودة إلى ألف ممدودة إذن ننتقل الآن إلى الجملة الموالية قضى القاضي بالعدل قضى القاضي بالعدل قضى مضارعها يقضي يقضي مع تاء الفاعل تصبح أنا قضيت إذن نوع الألف اللينة هي ألف مقصورة نوعها هو ألف مقصورة ونكتب هنا ألف مقصورة إذن وبهذا أبنائينا كنوا أنهينا تمارين اليوم صفحة 82 تابع لدرس الألف اللينة ودرس علامات الإعراب الأصلية والفرعية شكرا على المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته قم للمعلم تماجيلا وقف أدبا إن المعلم تاج يعتني فينا أستاذنا إننا نهدي المديح لكم في ضلينا بعيوات توجيه تسقينا ترجمة نانسي قنقر شكرا